صامت درجوري الشاعر والنقابي الأمني وأحد أعضاء لجنة موسى لدف النقابي الأمني أنتخ والصديد فايسل إصديري حفيت من خلال مقطع للفيديو هذا نتطرق أكثر للمظمة اللي طاعدة طال صديقنا وخونا زي فايسل إصديري من منطلقة صيفته النقابية لأنه فايسل إصديري اللي ما عرفش الأمني هذا معناها كيلة مسيرة المهنية اللي تتحضر في 21 سنة معناها الملف الإداري بتاعه تنصع من البياض وأتحدى أي شخص يقول عكس هذا معناها شاءة الأقدار أنه اليوم تتأسس نقابة في سلك الأمن وشاءة الأقدار كذلك وشاءة إرادة الشعب أنه تتأسس علاقة جديدة ما بين الأمن والمواطن وعلاقة ينزل قرب الثلاثية المعهودة ويتبنى على أساسها الانتقام الديمقراطي وهي المصارحة المحاسبة ثم المصالحة معناها باختصار شديد سيفايسل إصديري كيف وكيف عديد النقابيين الأمنيين وأغلب أن الأمنيين الأحرار وشركات الوزارة الداخلية ممن اختاروا التنكر الكلي للوراءات السياسية والحزبية الضيقة وأعلان المصالحة التامة مع أبناء الشعب التونسي بالقضاء على إرثة الحكمة الزمنية المنقبية يعني من خلال مصرحة الشعب بمن أذنب في حقه ويأتي من خلال تقديل مجموعة من ملفات الفساد في المتحلقة بالفساد المالي والإداري في إطار القطاع الساحة الذي يعمل فيه سيفايسل إصديري وذلك كالعادة لما قلت في إطار تحمله للصفاء لقضية باعتباره كاتب عام النقاب اللاجئية لمصالح الساحة لقوات الأمن الداخلي كذلك سيفايسل إصديري ومش عصام الددوري ونذير عصام الددوري في حاجة يحكى عليه سيفايسل إصديري التاريخ والأيام والخطاة ثابتة التي خطها في إطار مصالح الساحة بقوة الأمن الداخلي وكذلك معناها على وسطوة تحركات الميدانية في الساحة المحامية الأمنية ما بعد ثورة الشباب العاطل عن الأمل ثورة الكرامة هي التي ستتحدث عن وستتقرح عن النقاب الأسديري التي لا طالما تميز على غرار العديد من النقابيين الأمنيين بالمطالبة بضرورة تحسين الظروف المهنية والمهنية لأبناء القوات الأمن الداخلي من منخرتين الأمنيين كذلك من الناس التي كانت لا طالما تطالب ولا زالت إلى اليوم تطالب بضرورة توحيد النقابات الأمنية وكانت بطور فاعل في تأسيس هيئة مبدرة توحيد السفر العقابي كذلك شخص تعرف التلقائيته برحابة صدره من زملائه وهذا بشهادة الجميع ورسل بشهادة شخصي الضعيف سامت غيوري ومعناها دون أن ننسى كذلك بفضل سيئة فايسي الأسديري كما قلنا في نحط المسارى الندالي أنه قادر أن يتناضع إلى حق الساعة معناها إنسان قاعد يضحي بالدروح ويضحي بالدروح معناها إنسان توقف عن العمل متوقع بستقار بستة شهر وعشرين يوم بدون أن يتحدث ولو من لي من واحد معناها إنسان قاعد يضحر سبع يده وذلك شيء إلا لأنه حب يكون معناها يسارح من الشعب وبالتالي إسارح كذلك الأمنيين وشكوني القيادات اللي معناها انتصتوا ودماؤوا ومعناها قامت بعديد التجاوزات معناها في صلب القطاع الصحة بوزارة الداخلية ودائما يكون كان موقف رجولي وموقف بطولي حب أقول إنه سيفيسي لسبيري ممشيش مباشرة إلى الأعلام وغيرا إلى الأعلام وغيرا إلى الأعلام وشعايب أو ممشيش ديراكت معناه إنه يتقدم إلى فالفاسات ممشيش ديراكت مع المناهج من مرسلات من طلب المقابل للمسؤولين السائلين بمزارة الداخلية وفما عديد جلسات من حلق فيها إلا أنه لم تود أن يعتر على الأدان الصغير لذلك بعد ممشيش سيفيسي الإسكالية للأعلام فوجئنا جميعاً كالأخابيين بتعطوا للمقول أمام مجلس الشرف والحال إنه كان موقوف منذ ستة أشهر وكان من الممكن إنه يعايتوله في أي وقت لكن تمت نداع دي مش يمثل أمام مجلس بعد مخرج معناها في حوار جريد جداً وجداً أقوله على قناة حوار تنوسي وطالب بكل فيقل وكما طالب عديد الأمنيين والشعب التنوسي بأسروا بضرورة تحديد العمل الأمني على العمل السياسي محسبة رموز الفساد اللي معناها اللي كانوا يكونوا فيها منتصد كما عاودها اتناء للأمنيين ومنتصد خلقتهم يعيشوا في برسومة كبيرة تيلة الحق من مومبرية المطابية أنا يلقى روح اليوم أننا نتدبع أنا من مومبر المطابعة عبر المساندة المطبقة من شخصي فيسل سديري وأدعو جميع الأمنيين الشرفاء والنقابيين الأمنيين الأحرار لكذلك أدعوهم إلى ضرورة التعجيل بتوحيد الهيكل النقابي لما فيه مصلحة جميع القواعد الأمنية أدعوهم إلى الاتفاق حول النقابي فيسل سديري وأذكرهم بماذا الأمس القريف معناها ما يتقارب 15 نقابي أمني اللي لي عظيم الشرف كوني أحدهم أمني يتضررون يرفعونا ضريبة باهدة نتيجة مطالبتهم بتحييد العمل الأمني على العمل السياسي يعني عمل رجل الأمن بالقانون لا بلؤة التعليمات التي في الأصل ترجمة القرارة السياسية أبو عاون أمني يكون عاون في الجمهوري ودامي نجم يصير إلا بضرورة تسترة قيادة المؤسسة الأمنية في الدستورة تونسي الجديد وكذلك تغيير النظام الداخلي للقاعد الأمن الداخلي وغيره اليوم نطالبه بوقفة حازمة جدية كذلك ومساندة تكون بريئة يعني لصالح التغيير وصالح البلاد ولصالح التأسيس من المجتمع المدني وليست لصالح المتاجرة ومن المناسبة يوجد شكر إلى عديد من المشطاء في المجتمع المدني من الصادقين والأحرار اللي حاولوا يتعاملوا مع الملف الأمني من منطلق تجارة الإصلاح والمصطحة الوطنية وليس من باب المتاجرة أو المزايدة السياسية وديره مشكورية